النهاردة الدولار في السوق الموازيه وصل ل 53 جنيه 53 جنيه يعني في شهر زاد 13 جنيه يعني في شهر زاد 13 جنيه يا جماعا اقل رقم النهاردة سمعته 48 واعلى رقم سمعته 53 50 متخيلين من 40 ل 50 العشرة جنيه الفرق دي في كل دولار دي هتأثر عليك في كل السلع دي هتأثر على القدره الشرائيه بصوره كبيره جدا دي هتزود لك يعني مقاسي اقتصادية وهيحس بيها قوي 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 محدود الدخل والله محدود الدخل ومتوسط الدخل ده في التعويم اللي فات لما كان الدولار بعشرين اقل من عشرين كان الكلام على ان احنا فقدنا طبقه اجتماعيه انا نزلت طبقه اجتماعيه لا احنا لسه بقى لسه اللي جايه هيكون صعب جدا 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 رئيس الوزراء المصري بيقول ان احنا بنعمل وبقوه عشان نوحد سعر الدولار في المدى القصير والحقيه اظن اظن يعني وده رئيس للوزراء والمفروض ان فيه حواليه مستشارين وحواليه خبراء اقتصاد كتير جدا جدا لازم يقدموله النصيحة دي لازم يقدموله النصيحة دي ان فكرة توحيد السعر سواء بقى انك هتقضي على السوق السوداء او ان انت هتحرر سعر الصرف او هتعوم لازم توحيد السعر ده ضرورة جدا 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 ده كانت في تصريحات ليه النهاردة بعد ما قالك ان السعر الرسمي 30 والسعر اللي في السوق الموازية هو 50 نروح بقى كده لجرائد مثلا اخرى بتتكلم زي مثلا بنكير ودي واحده من الجرائد او الجرائد المصرية اللي مهتمة طبعا بالاقتصاد بصورة كبيرة بيتكلموا النهاردة عن ان الدولارات بالقوم الدولارات بالقوم في البنوك المصرية واربع اسباب وراء تعزيز السيولة الدولارية بالقطاع المصرفي يعني النهاردة الدولارات بالقوم جوه البنوك طب البنوك مثلا هي اللي بتستهبل وما بترضاش تدي الناس دولار ولا الناس هي اللي بتجذب وتقولك ما فيش فيه بنروح وما بنلاقيش دولار ولما هو فيه دولار لما هو فيه دولار بالقوم جوه البنوك للناس بتلجأ للسوق السوداء وما بتلجأش للبنوك ولما هو بالقوم ليه برضو ليه برضو الحكومة كانت بتشتري دولار من السوق السوداء الفترة اللي فاتت وكان ده السبب في القفزة الكبيرة اللي حصلت من اربعين واحد واربعين لواحد وخمسين كده هو على فكرة ما اخدهاش بالتدريج ده كان كل يوم بتلاقي اتنين تلاتة جنيه زيادة فاقل من اسبوع السعر نط من اربعين لخمسين وتلاتة وخمسين حسب ما تم نشر الاخبار النهاردة بلاش ده الدولار بالقوم طب فيه اصدق فيه اصدق من الاستاذ احمد موسى فيه اصدق منه مش ده لسان حال الدولة او لسان حال النظام مش كل ما بنتزنق بنطلع احمد موسى مش هو نفسه اللي طلع وقالك مفيش دولار ولازم نوقف مع بلدنا مين اللي قالي الكلام ده وسؤال لكل اللي بيتابعنا دلوقتي ممكن ممكن تقولولنا لو رحت ابنوك اي بنك مصري بنك حكومي ولا بنك خاص ولا استثماري وحضرتك رايح طلع لعمرة ولا عايز تبعد فلوس لابنك اللي بيتعلم بره هل بتقدر انك تروح تعمل تحولات من البنك عادي وبتشتري دولار من البنك عادي ده سؤال سؤال بريء بنحاول اننا نوجهه لبنكير الحقيقه لبنكير احنا بنقوله الكلام ده يا جماعة دلوقفوا كروت الاقتمان انك تشتري بكارت الاقتمان بره وقفلك الموضوع ده عشان مضطر انه يحاسب بالدولار وقفوا وقفوا للناس في ايه تاني النهاردة الولاد والبنات اللي كان جزء من شغلهم انه يروح يجيب بقى ملابس من شيئن ولا معرفش من امازون ولا ايه ولا ايه ولا ايه الحاجات دي كلها ولاد صغيرين بيحاولوا ان هما يساعدوا نفسهم الشغلانات دي كلها وافت لان كروتهم ما بقيتش شغاله بقوا يلجاوا بقى لحد من بره حد في الخارج والقنوات كتير اللي يقدروا ان هما يبعثوا بها فلوس ده الوضع ده الوضع اللي يقولك الفلوس بالقوم حتى العنوان مستفزه فيه جريدة تكتب تقولك بالقوم الدولار بالقوم اسمه بالرزم يا ابني مش بالقوم اوان تعالوا بس نفكرهم كده با احمد موسى اللي بيقولك مفيش دولار بس لازم نقف جنب بلدنا النهاردة حضراتكم عارفين الموضوع ده ما عنديش دولار ما عنديش دولار طب انا اعمل ايه اقف مع البلد ازاي ما ده بالمناسبة ده وقت مهم جدا تقف مع البلد ان تزر على الارض بتاعتك السنة دي انا بقولك السنة دي مش هتخسر لا هتكسب اكتر من كل سنة الاسعار اللي تعملت دي سعر استرشاد لحضرتك طب السعر العالمي طالع اكتر من رمعين دولار هتزيد هتزيد بمبلغ كويس ومبلغ مبلغ محترم النهاردة طيب شكرا يا اسزا احمد اول مرة قدمله الشكر شكرا انك بس يعني اكتلنا ان بنكار دي جريدة كاذبة جريدة كاذبة يا جماعة زيها زي بقيت الجرائد الكاذبة في مؤسسة بحسية اسمها كابتال ايكونوميكس دي مؤسسة بحسية بتشتغل على السوق والاقتصاد والعملة وما شابه يعني اتكلمت وقالت ان الدولار دلوقتي في السوق السوداء في مصر ده لازم الدولة تعمل تعويم لازم الدولة تدخل وتعمل تعويم عشان تنقذ الجنيه وقالت ان المفروض ان بعد دراسه كده للسوق المصريه الحكومه المصريه لازم تراجع نفسها لازم تراجع نفسها بصوره كبيره جدا في فكرة ان هي تخفف ايدها من الضغط على سعر الجنيه عشان تفضل محافظه على سعر وهمي التلاتين تسعين ده سعر وهمي دي مش ايمه حقيقية مش ايمه حقيقية ابدا ابدا للجنيه الجنيه زي ما هو موجود سعره مقابل الدولار في السوق الموازع بخمسين واحد وخمسين اتنين وخمسين بقى زي ما يكون وبيتم التعامل بيه في البورصات العالمية وفي اسهم البنوك في الخارج على انه بواحد وستين ومن يومين لما جبتلكم الدهب وسعر الدهب ولما تحسبها على انصة الذهب اللي طبعا سعرها مصعر بالدولار اكتشفنا انه محسوب باثنين وخمسين كل دي مؤشرات بتقولك ان الرقم ده وهمي والرقم ده بيسبب خساير كبيره للدوله بيسبب خساير كبيره للدوله الدوله محتاجة ان هي توفر حصيله دولاريه معقوله تحطها في البنوك وتروح عامله تحرير او تعويم لسعر الصرف تقضي على السوق السوده اللي موجوده اللي هي المنافسة الاكبر لها دلوقتي هي اكبر منها مش منافسة حتى يعني دي حكومة دلوقتي بتلجئ لها عشان تقدر ان هي تضبط السوق بصورة كبيرة ده كلام كمان قالوا عضو مجلس ادارة شركة هوريزون لتداول الاوراق المالية اللي تكلم فيها عن ضرورة التعويم تعالوا نسمعه الصرف هو هدف اساسي سواء هدف اساسي عند الحكومة او هدف اساسي عند سندوق النقد الدولي اللي احنا في مباحثات دائما معنا وبالتالي في اعتقادي ان هذا الامر قاتي لكن السؤال اللي احنا بنسأله لبعض كاقتصاديين وكاعملين في مجال اقتصادي ماذا سيتم هذا التحرير او التحريك لان ممكن الدولة تقوم بحركة التحريك وليس تحرير لان التحرير محتاج حصيلة دولارية جيدة عشان نقدر ان احنا نغطي المتطلبات السوق لكن التحريك ده امر يعني مجرد تحريك تفتري لسعر الصرف وبالتالي انا في اعتقادي ان احد الامرين سيكون يعني سيحدث وهذا الامر في مستحض الاقتصاد لان وجود سعرين لسعر الصرف امر غير جيد والبعد الكبير بين السعر الرسمي وسعر غير الرسمي ده برضو امر غير جيد يعني هو زي ما قال كده بالظبط اهم جملة يمكن سمعناها ان التحرير هيحصل هيحصل التعويم هيحصل هيحصل الموضوع ما سألت وقت بس قبل ما يتم عمل تعويم لازم يكون فيه توفير دولار لان هتعوم من غير ما يكون عندك دولار كمان انت هتساعد ان مرة تانية تحصل نفس الفجوة ويحصل سوق موازية اخرى ولو بنتكلم ان بيحصل الفرق ده بتلاتين واربعين وبتوصل اهول ستين في المية دلوقتي ده معناها ان انت ممكن تلاقي الدولار بكل بساطة جدا وصل لسبعين وخمسة وسبعين جنيه في السوق السوداء فلازم توفر دولار وبعد كده عوم وكده كده التعويم جاي ده لازم يعني ده حاجة لازم انها هتحصل